ألقى وزير الخارجي سمح شكري كلمة بمعرض الأبد هو الآن الدولي والمنعقد بمنطقة أهرامات الجيزة وتستمر فعليات المعرض حتى 7 من نوفمير القادم ويتضمن أعمال فنية تعرض لأول مرة لفنانين محليين وعالمين يعد المعرض السنوي تمثيلا للاندماج بين التراث القديم والفن المعصر ويتضمن أعمال فنية مركبة ومنحوتات تعتمد على رؤية الأهرامات باعتبارها جزء من هذه الأعمال